استقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظاه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نوافل أحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بمقر إقامته بمدينة نيويورك أمس نائب الرئيس التنفيذي ورئيس شركة مايكروسوفت للمنبيعات العالمية والتسويق والعمليات جان فليب والوفد المرافق له حضر المقابلة مع المدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وسعادت نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وسعادت وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال خالد الصباح وسعادت مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العام وجرى خلال اللقاء استعراض خطة البلاد التنموية للتحول الرقامي وحلول الذكاء الاصطناعي وتبادل وجهات النظر حول آلية إنشاء بنية تحتية رقمية قادرة على جذب الأصول الاستثمارية وخلق بيئة أعمال رائدة ومتميزة تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتمكين الشباب الكويتي من الاستفادة من خبرات هذه الشركات ثم قدم الوفد دعوة لسمو رئيس مجلس الوزراء وحكومة دولة الكويت لحضور مقار شركة مايكروسوفت ترجمة نانسي قنقر